فيها كإعلاميين كصحفيين كنخب كمهتمين بالشأن العام وما يجري في العالم العربي نناقشوا سويا ونخلص إلى رؤية ربما تقدم يعني مشروعا استرشاديا لصناع القرار في العالم العربي بداية باسمي وباسم منتدى التفكير العربي الذي تشرف برئاسته باسم الجميع الحاضرين يعني نحي هذا اليوم من تاريخ الشعب الفلسطيني وهو يوم الأرض بهذه الندوة هذه الندوة اخترنا أن تنطلق في يوم الأرض من أجل إرسال رسالة واضحة بأن القضية المركزية للأمة العربية هي القضية الفلسطينية ومن أجل إرسال رسالة واضحة بأن البوصلة العربية يجب أن تتجه إلى القضية الفلسطينية وأي بوصلة تتجه إلى عكس القضية الفلسطينية والقدس هي بوصلة بالضرورة ستكون تدخل في طريقتائه في يوم الأرض سشهد ستة فلسطينيين في عام ستة وسبعين انطلقت انتفاضة في الجليل في الداخل الخط الأخضر ومن ثم اعتمد هذا يوما فلسطينيا بامتياز اليوم نتحدث في ندوة العرب وإسرائيل مخاطر التطبيع والمطبعين لأن هناك تحولات تجري في المواقف السياسية للأنظمة العربية هناك هرولة إذا ما صح التعبير غير محددة الهدف نحو التماهي مع المشروع الإسرائيلي نريد أن نبحث اليوم ما أسباب هذه الهرولة فمنذ عام 48 ثم منذ خطاب تجوع يا سماك البحر ثم منذ لآت الخرطوم الثلاثة لا تفاوض لا صلح تغير العرب أم تغيرت الظروف التي من أجلها العرب تأخذوا مقاربة جديدة كنا نتحدث عن لآت الثلاثة لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف اليوم نتحدث عن عرب الناتو وعرب التطبيع إذن يحق لنا اليوم جميعا كنخب وكصحفيين وككتاب وكمهتمين في الشأن العام أن نتساءل ما الذي يجريه وما أسباب هذه الهرولة العربية نحو التطبيع أيضا المثير للإستغراب هو أن العرب يبدو أنهم لم يختنعوا فقط بهذا المسار بمسار التطبيع هم بشكل أو بآخر بعضهم نحن لا نقول الجميع تبنى الرواية الإسرائيلية للسراع وبات يعني يروج رواية جديدة من أن الفلسطينيين هم الساب في الإشكال القائم وأنهم الذين يعطلون عملية السلام وأنه الإشكال ليس في دولة احتلال الإسرائيلية في ممارساتها المحاضرين اليوم سيتحدثوا عن عدد من المحاور الأول هو سؤال لماذا سرع العرب وتيرة تطبيعهم عقب الربيع العربي أو ما سمي بربيع العربي عقب الانتفاضات العربية يقول بعض محاضرين اليوم في أوراقهم للأنظمة العربية شعرت بالخطر الكبير الذي يتهدد بقاءها فكانت فلسطين إحدى الملفات وإحدى القضايا التي رفع الشباب المنتفضين في الميادين العربية رفعها كقضية إلى جانب العيش والحرية والكرامة طالبوا الأنظمة باتخاذ مواقف دعم القضية الفلسطينية نددوا باتخاذ الأنظمة العربية النظمة العربية اعتبرت أن قضية فلسطين كانت أحد العناصر في الخطاب المحفز والدافع للشباب للانتفاض وبالتالي بدل أن يغيروا من مقاربتهم ويدعموا القضية الفلسطينية اتخذوا مسارا معاكسا بالتعامل معها بشكل آخر بالقضاء عليها محاولة التماهي مع إسرائيل أيضا بشكل مباشر وغير مباشر تم إذكاء خطاب هو أن هناك حالة من تعثر عملية السلام في المنطقة السبب فيها هم الفلسطينيون ورفضهم لجولات المفاوضات التي تحاول إسرائيل فيها أن تصل إلى السلام وبدأت هذه الرواية تغذى عبر وسائل الإعلام وحبر وسائل السوشيال ميديا وانتشر في الفضاءات الشعبية لا تعبر عن ضمير الشعب العربي لكن تجدها اليوم في تويتر وفي السوشيال ميديا وتجد من يتبنى وينظر لها أيضا ثمت رابط بين مسألة ما بعد الانتفاضات العربية بأن إسرائيل لم تكن لتخطئ التقدير بأن هذه الانتفاضات العربية لو انتهت إلى تغيير حقيقي وإلى وجود أنظمة ديمقراطية فأن هذه الأنظمة الديمقراطية بالضرورة ستطالب بتجريم من الاحتلال الإسرائيلي ستطالب هذه الأنظمة الديمقراطية بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني فهنا تقاطعت المصالح يقول بعض المحاضرين بين الأنظمة العربية في الحفاظ على كرسيها عبر إخماد هذه الثورات ومع إسرائيل التي تريد أن لا يحدث تحول ديمقراطي من شأنه أن يفضي إلى نوع من التغيير في التعامل معها إذن من مظاهر تعقد المشهد مشهد معقد من مظاهر تعقده أن هناك اليوم تحالف عربي مع رئيس أمريكي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ثم اعترف بالجولان جزء من إسرائيل ثم اعتبر أن التعاليم الدينية والرب أخبره بدعم إسرائيل هذا الرئيس الذي خالف القوانين الدولية وكسر كل منظومة القانون الدولي اليوم تجد أنه في المنطقة حلفاء الأساسيين هم العرب ثلاثة أوراق اليوم ولا أريد أن أطيل كثيراً في المقدمة لكن سريعاً الورقة الأولى أعدها الأستاذ فراس أبو هلال الكاتب والمحلل السياسي قدم فيها قراءة لهذه التغييرات التي تحدثت عنها وتحدث فيها عن صفقة القرن وتحدث عن سبل وعن أسباب تنامي الهرولة العربية نحو التطبيع وسيقدم الأستاذ فراس مقاربة لكيف نواجه إعلامياً صفقة القرن وهذه الهرولة نحو التطبيع ولعلنا أيضاً فراس في ورقتك تضع نقاط كيف يمكن كإعلاميين أن نواجه هذه الحملة الورقة الثانية للباحث الأستاذ محمد عايش تحدث فيها واختار زاوية حقيقة مميزة وهي ما الذي يجني الاحتلال من بسألة التطبيع وما هي الفوائد الاقتصادية ما هي الفوائد السياسية لماذا نتنياهو يحث الخطأ يركب هذه الطائرة وثلك متوجه العاصمة العربية ويحاول أنه يستفيد من هذه اللحظة التاريخية التي فتحت له الأجواء العربية والحدود يقول المحاضر أنه إسرائيل شعرت بحالة من الاسترخاء بعد مسألة التطبيع وهذا الاسترخاء دفعها نحو محاولة اختراق المنطقة العربية وتغيير التاريخ والجغرافيا واعتبارها جزء من هذه الأساحة العربية عبر هذه البوابات لفتحتها الأنظمة العربية سنعرف أيضاً من الأستاذ محمد ما هي بالأرقام فوائد الاقتصادية للاحتلال إسرائيلي من التطبيع الذي يجعله يهرول خلفه أيضاً اليوم معنا البروفيسور كامل حواش وهو رئيس حملة التضابن مع الشعب الفلسطيني وأحد القمات الفلسطينية العاملة في بريطانيا شكراً بروفيسور اللي حضورك سيتحدث على أولزاوية وهي أن هذا الضرر من التطبيع لم يتوقف ومن حصر مخاطره وأضراره على المنطقة العربية هو لاحقهم هنا لاحق البروفيسور حواش لاحق حمل التضامن لاحق البي دي أس هذا الضرر أدى مفعولاً سلبياً بمعنى أنه أصبح يشوش على جهود المنظمات الأوروبية العاملة في أوروبا وأصبح يقدم خطاباً يفيد الرواية الإسرائيلية بشكل أو بآخر فالإسرائيلي اليوم يقولوا أنتوا كيف تريد مني أن أقاطع البضائع الإسرائيلية وأن أجرب الاحتلال الإسرائيلي بينما من يمين نتنياهو يتجول بين عاصمة وأخرى بينما العرب يستقبلون نتنياهو هذه الزاوية ربما تشوش بشكل كبير جداً على عمل المنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني واللي هو كلها إنجليز وأوروبيين يعملون في الساحة الأوروبية سنستمع طبعاً من الدكتور حواش إجابة على هذا التساؤل هو يقول هل التطبيع العربي مع إسرائيل يؤثر على حركة تضامن مع الشعب الفلسطيني في ورقته ينتهي إلى خلاصة أنه نعم يؤثر سيشرح لنا الأسباب كل هذه الأوراق ستعقب عليها الدكتورة عفاف الجابري والتي نشكرها على وقتها وعلى طلاعها الأوراق كلها وعلى محاولة حوصلة هذا النقاش والإضاءة على النقاط التي ربما جاءت في أوراق العمل وربما لم تحظى بكثير من التركيز ربما تضيء لنا أكثر على خلاصات بعد طلاعها على هذه الأوراق فأهلا بكم جميعاً أريد أن نقول أن هذه الندوة في الساعة الأولى سنعطي لكل محاضر عشر دقائق وتمنى من الزملاء كلهم يلتزموا بالوقت عشان نفتح المجال للحضرين معنا للنقاش وطرح الأسئلة والتفاعل ومن ثم ستعقب الدكتورة عفاف هذه الساعة الأولى ستنتهي في الساعة الثانية سنكون أمام يعني عصف فكري لأن كل من هو موجود اليوم هو من النخب من الصحفيين من الكتاب من المهتمين ومن أصحاب الرأي وقادة الرأي فنود أن نستمع منهم جميعاً بعد انتهاء المحاضرين من كلماتهم بداية إذن الورقة الأولى للأستاذ فراص أبو هلال سيعرض فيها قراءة للتغيرات الاستراتيجية وصفقة القرن وتسارع التطبيع مع الاحتلال تفضل الأستاذ فراص بسم الله الرحمن الرحيم أشكر المنتدى التفكير العربي في أول فعالية له وأشكر الزملاء والأصدقاء الحاضرين الذين يشاركون في هذه الورشة كما ذكر الأستاذ محمد أمين الورقة ستتحدث عن الأسباب أو التغيرات الاستراتيجية التي قادت برأيه إلى تسارع التطبيع الورقة تقوم على مقولة بأن هناك تسارع في التطبيع خلال السنوات الماضية ولذلك تحاول قراءة أسبابها ثم تستعرض تجيب على سؤال ماذا تريد إسرائيل من التطبيع وماذا تريد الأنظمة العربية من التطبيع فيما يتعلق بالتغيرات الاستراتيجية خلال السنوات العشر الماضية ربما كان أول تغير هو هزيمة المرحلة الأولى من الثورات الشعبية أو ما اصطلح على تسميته علاميا بالربيع العربي هذه الهزيمة أو التراجع أدى إلى تغيرات جزئية أو فرعية عن الأصل وهو الهزيمة للمرحلة الأولى من الثورات الشعبية وأهمها تقدم القوى التقليدية التي هي الأنظمة التي تحكم منذ الاستقلال وتراجع الدور الشعبي في السياسة العربية انشغال غالبية الشعوب العربية في الأزمات المحلية بسبب ما أفرزته هذه الأحداث من تطورات في هذه الدول وتصاعد ظاهرة التوحش لدى الدول العربية لدرجة أصبح يمكن للدولة أن تمارس سيطرة كامل على الفضاء العام وعلى النقاش السياسي وبالتالي على الآراء والمواقف السياسية داخل دولها وأيضا هناك متغير آخر تابع لهذه الهزيمة وهو انهيار أو ظهور انهيار شرعية الأنظمة الشعبية هي لم تكن لديها أصلا شرعية شعبية ولكن الأحداث التي رافقت الربيع العربي خلال السنوات الماضية جعلت هذه المسألة التي هي غياب الشرعية بشكل أوضح مما سبق التغير الاستراتيجي الثاني برأيه هو تحول أو دخول كثير من الدول العربية إلى مرحلة الفشل أو التصنيفات المختلفة للفشل كما ظهر في المصطلح الحديث ربما ظهر منذ التسعينيات هناك دول تصنف من الدول العربية على أنها آيلة للفشل أو بعضها يسمى أنه في مرحلة الإنذار الشديد هناك تصنيفات كثيرة وللأسف معظم الدول العربية تقع في أسفل القائمة من حيث تصنيفات الدول ثالثا تراجع اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة وشبه قرار بدأ مع أوباما ثم تطور مع ترامب وهو الاعتماد على وكلاء محليين في المنطقة ورابعا انهيار منظومة العمل العربي ممثلة بالجامعة العربية الجامعة العربية دائما كانت ضعيفة لكن في السنوات الأخيرة أصبحت شبه مشلولة أو مشلولة تماما في بداية الربيع العربي ظهر مجلس تعاون الخليجي كبديل فاعل عن الجامعة العربية ولكن هذا المجلس أيضا تراجع وشبه نهار بعد الأزمة الخليجية وحصار قطر سادسا تصاعد الأزمات العربية العربية يعني هناك أزمات كانت كامنة بين الدول العربية كان دائما هناك اختلافات بين الدول العربية لكن المرحلة الأخيرة ظهرت نزاعات وصلت إلى حد التخوف من حلول عسكرية مثل هذه الخلافات وإلى أن تصبح السياسة الخارجية للدول العربية قائمة أساسا على صراعها مع دول عربية أخرى خامسا الانقسام الفلسطيني الذي بدأ وتعمق منذ عام 2006 وغرق أكثر فأكثر في مستنقع أوسلو وما أفرزه من وقائع على الأرض وسابعا تغيير عقيدة الأمن القومي لدى كثير من الدول العربية التي باتت تروج لفكرة أن الصراع مع إيران مثلا وأحيانا مع تركيا وربما الصراع مع قوى داخلية مثل الإسلام السياسي مثلا أو مع القوى الديمقراطية بغض النظر عن أيدولوجياتها هي أخطر وأهم من الصراع مع دولة الاحتلال ومحاولة ترويج هذه الفكرة وأخيرا وصول ترامب إلى السلطة والذي تبنى مقاربة شبه واضحة ومكشوفة في المنطقة وهي ابتزاز الدول الغنية في المنطقة والحصول على مواقف أكثر تطرفا لمصلحة إسرائيل لم يسبقه أي رئيس لها بالرغم أن كل الرؤساء الأمريكيين والإدارات الأمريكية كانت دائما تعطي لإسرائيل الكثير على حساب الفلسطينيين سريعا وصول ترامب أدى إلى ظهور مصطلح صفقة القرن صفقة القرن كانت قائمة على محورين أو على مرحلتين المرحلة الأولى هي حل الصراع العربي الإسرائيلي ثم إقامة علاقات سلام وتطبيع كامل شامل بين الدول العربية وبين دولة الاحتلال هذا الحل لم ينجح بالأسباب كثيرة الوقت لا يسعفنا للحديث فيها أدى فشل الحل والمرحلة الأولى من الصفقة التي هي حل الصراع إلى تحول إدارة ترامب وبعض أنظمة المنطقة العربية إلى المرحلة الثانية دون إنجاز المرحلة الأولى وهي التطبيع وإقامة علاقات سلام وظهرت مصطلحات كثيرة مثل الحل بدون الفلسطينيين أو إجبار الفلسطينيين على حل أو إلى آخره أو لنقوم بعملية سلام وتطبيع سواء حل هذا الصراع أم لم يحل أريد أن نشير إلى نقطة سريعة حول نوع ربما يشكل خطورة كبيرة من التطبيع وهو ما أسميه تغيير الوعي العربي تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الصراع العربي الإسرائيلي هناك محاولة للتمهيد للتطبيع التجاري والاقتصادي والسياسي من خلال تغيير الوعي مثلا اتهام الفلسطينيين بالمسؤولية عن ضياع فلسطين واتهامهم بأنهم عملاء أو أنهم باعوا الأرض أو ترويج فكرة أن الانقسام هو السبب الوحيد عن المشاكل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ترويج لفكرة أن إسرائيل دولة طبيعية في المنطقة وبالتالي زيارتها طبيعية اللقاء بسياسيها أمر طبيعي وبالتالي لها الحق أيضا كما قال الوزير الخارجي العربي بالدفاع عن نفسها تجاه أي خطر هذه التصريحات كلها تأتي برأيي ضمن سياق محدد ومرسوم لتغيير الوعي الشعبي العربي اللي هو في أغلبه يعني مع حقوق الفلسطينيين وضد التطبيع يريدون أن يغيروه شيئا فشيئا لصالح تفكر أو تقبل فكرة المظاهر التطبيع العربي الإسرائيلي التي ظهرت أو ازدادت في الفترة الأخيرة هناك تطبيع غير مباشر من خلال إعلاميين ومن خلال مسؤولين سابقين وهناك لقاءات بين مسؤولين عرب وإسرائيليين سواء مسؤولين سابقين أو حاليين وهناك أيضا لقاءات وزيارات سياسية كما حدث في زيارة نيتنياهو إلى عمان وربما الأمر الأخطر والأشد تركيزا لترويج مشروع التطبيع هو مؤتمر وارسو الذي أريد له أن يكون كنواة لما أطلق عليه اسم ناتو عربي إسرائيلي لمواجهة أخطار يقول المجتمعون بأنها مشتركة بين العرب وبين دولة الاحتلال والمقصود فيها طبعا أساسا إيران أنا أعتقد بأن هذا هو الهدف الرئيسي من التطبيع السياسي حاليا هو الوصول إلى تعاون على أكبر المستويات بين الدول العربية ودولة الاحتلال أمنيا واستخباريا وفي مجال التجسس بحجة أن هناك سراعات مشتركة لدى هذه الدول العربية مع دولة الاحتلال وشكرا لكم شكرا جزيلا سيد فراس حقيقة سأتدخل لأنه في الثلاثين ثانية الأخيرة التزمت بالوقت أشكرك جدا بطبيعة الحال التغيرات الحدث عنها فراس ستكون مدار للحوار والنقاش في الساعة الثانية صفقة القارن تغير الأوليوات العربية نهيار منظومة جمع الدول العربية بالأمس فقط نجلة فورين بوليوسي كتبت أن هناك تقارب خليجي إسرائيلي يدشن ما سمته مرحلة جديدة في المنطقة قائمة على سياسة الرئيس ترامب بالتحالف العربي الإسرائيلي لمواجهة إيران كما تقول وهذا العلو يأتي في صلب لجعلنا نفهم ما الذي يدفع العرب للقفص حتى على القضية الفلسطينية يعني اليوم ليست الفصائل المقاومة أو مشروع المقاومة هو المحاصر السلطة الفلسطينية والرئيس فلسطيني محمود عباس الوائد التحالي الأمريكي لا تتحدث معه وكذلك الأنظمة العربية والدول العربية كلها بشكل أو بآخر تضغط عليه إذن هناك محاولة للقفز على كل القضية الفلسطينية وللولوج نحو تطبيع يسبق حتى حل القضية الفلسطينية سأنتقل إلى الأستاذ محمد عايش ولعله يركز على البعد الاقتصادي ما الذي ستتجني إسرائيل وحتى البعض تسأل أنه في التصعيد الأخير في غزة لماذا إسرائيل لم تذهب إلى توغل وإلى حرب واسعة بعض التحليلات قالت أن الإسرائيلي لا يريد لأحد الإسرائيليون لا يريدون لأحد أن يشوش عليهم اليوم الأجواء الحميمة في التطبيع وفي الولوج للمنطقة ولا يريدون أن تحدث حرب تقطع عليهم هذه الفرصة التاريخية أيضا عشر دقائق سيد محمد وأرجو أن نلتزم بالوقت حتى ننضي هذه الساعة ونخرج منها لننتقل للنقاش في الساعة ونخرج سالمين من هذه الساعة شكرا جزيلا أولا التطبيع هو عملية مقاومة إسرائيلية لا سلاح ابتدعه الفلسطينيون في بدايات القرن الماضي وهو سلاح المقاطعة وهو سلاح اقتصادي ما كانت إسرائيل موجودة في سنة 1929 اتخذ الفلسطينيون قرارا بمقاطعة السلع الصهيونية التي كانت تساهم في تهويد مدينة القدس وكان هذا في إطار أزمة حائط البراق اللي هو بالتزام مع ثورة البراق وبالتالي هو السؤال الاقتصادي هو السؤال الأساس في الحقيقة عندما يدور الحديث عن التطبيع والمصلحة الإسرائيلية الأساسية منذ بداية التطبيع هو مصلحة اقتصادية ودليل ذلك أنه بعد كل اتفاق سلام سياسي كانت إسرائيل توقع عشرات الاتفاقات الاقتصادية مع الدولة التي تتصالح معها وطبعا النموذج الأردني حاضر حتى الآن باتفاقية الغاز التي ما تزال محل جدل واسع في داخل الأردن بالتالي الملف الاقتصادي أو السؤال الاقتصادي هو بتقديره مسألة بالغة الأهمية التطبيع هو عملية مقاومة لسلاح المقاطعة الذي أوجع الإسرائيليين طوال السنوات السبعين الماضية طبعا بعيدا عن التاريخ أنا بتقدير اليوم نتحدث عن ثلاثة مستويات من التطبيع العربي مع الإسرائيل أو الهرولة العربية نحو إسرائيل أو الارتماء في الحضن الصهيوني لمن يقبل هذا الوصف المستوى الأول هو التطبيع العربي الرسمي العلني التطبيع التقليدي أنا أسميه التطبيع التقليدي وهذا محصور في دولتين عربيات اللي هما الأردن ومصر بفائل وجود اتفاق سلام عادي يعني الأردن ومصر هناك علاقات طبيعية بحكم الاتفاقات التي حدثت بين البلدين وهذا لم يتغير فيه شيء في السنوات الأخيرة بل على العكس هناك انكفاء كبير بالنسبة للأردن بشكل خاص طبعا فيه برود كبير في العلاقات كان هناك شبه انقطاع في العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وإسرائيل لمدة عامين في الوقت الذي كانت دول عربية أخرى لا تقيم علاقات مع إسرائيل تتسابق نحو تل أبيب بينما في الأردن كان السفير الإسرائيلي كان ظل غائبا لمدة عامين طبعا ربما لدي بعض الأرقام المفاجئة عن التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل أرقام مرعبة تكشف كيف أن العمليا لا يوجد تطبيع قبل الحديث عن المستويات الثلاثة في الأردن في سنة 2008 قبل تسع سنواتنا الآن قبل ثورات الربيع العربي كان الأردن يستورد سلع من إسرائيل في سنة 2008 استورد بقيمة 204 ملايين دولار أمريكي في سنة 2017 بعد تسع سنوات فقط كانت واردات الأردن 22 مليون فقط انخفضت واردات الأردن من إسرائيل بنسبة 89% طبعا ما في دولتين في العالم انخفضت الواردات بينهم بهذه النسبة ما لم يكن هناك أزمة ما هو تفسير ذلك تفسير ذلك مش انه هناك قطيع بين الأردن وإسرائيل تفسير ذلك ان الأردن كان خلال السنوات الماضية يتم استخدامه من قبل إسرائيل للوصول إلى الأسواق الخليجية اليوم أصبحت إسرائيل تصل إلى الأسواق الخليجية دون الحاجة إلى الأردن ومصر وهذه المناسبة يجيب على السؤال لماذا هناك أزمة اقتصادية في الأردن هناك مجموعة من الحقائق تتعلق في الأردن لا يستطيع أي مسؤول أن يحكيها تتعلق في الأزمة الاقتصادية يعني في مقدمتها أنه فعلا الأردن كانت البضائع الإسرائيلية يتم تمريرها عبر الأردن إلى دول الخليج وكان الأردن يستفيد اقتصادياً اليوم دول الخليج تستورد مباشرة من إسرائيل دون المرور عبر الأردن المسألة الأخرى أنه الأردن كان يأخذ مساعدات يستفيد منها وثم جاءت قصة خفضة المعونات للأنروا ثم جاءت قصة قطع المساعدات الخليجية في إطار أيضاً الضغط الذي تحدث عنه أو تحدثتم عنه من أجل دفع الأردن للموافقة على صفقة القرن والتنازل عن القدس لأن القدس منصوص عليها في المادة رقم 9 من معاهدة السلام الأردني وبالمناسبة هي أفضل مادة في هذه المعاهدة أن المعاهدة وادي عربة نصت في المادة التاسعة على أن القدس يتظل الولاية الدينية على مدينة القدس للهاشميين وللمملكة الأردنية الهاشمية وبالمناسبة حتى الآن حراس المسجد الأقصى تدفع رواتبهم من الأردن تظل هذه الولاية للأردن الآن دول عربية أو خليجية تضغط على الأردن من أجل أن يتنازل عن هذا نعود إلى الثلاث ملامح التي تريد أن تحدث عنها وإضا أن تشرح لأنه في ورقتك أنت حدثت عن المستفيد من التطبيع اقتصادياً إسرائيل نريد أن تشرح وكأنه فهمت من الآن من العرض عن الأردن بأن الأردن تضرر من مسألة توقف الصدرات الإسرائيلية هل تطبيع في مصلحة الدول العربية؟ لا 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 ليس في مصلحة الدول العربية لأن الأردن أحد ضحايا التطبيع العربي مع إسرائيل أنا أحكي لك أن هناك دولة أردنية ترعى مدينة القدس اليوم تعاني من أزمة اقتصادية بسبب أن الدول العربية تهرول للتطبيع مع إسرائيل هذه مسألة المسألة الأخرى أن التطبيع مع إسرائيل ماذا يفيد الدول العربية إذا كانت دول العربية ثرية السعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر منتج للنفط في العالم هل ستستفيد من دولة فسيفسائية مثل إسرائيل؟ هذا ليس صحيح المستفيد هو إسرائيل وليس هذا مسألة الأخرى أن إسرائيل وسنأتي للحديث عن ميناء حيفا ميناء حيفا إسرائيل استفادت من الحرب في سوريا استفادت من التطبيع الموازي للحرب في سوريا واستفادت من الاتفاقات للسلام على العموم بس بالعودة مدام معنا 10 دقائق ورح منهم 7 دقائق معنا 3 دقائق أنا أقول بأن هناك ثلاث مستويات للتطبيع اليوم موجودة التطبيع التقليدي أو الكلاسيكي التطبيع الثاني هو التطبيع الخليجي والمستوى الثالث من التطبيع هو التطبيع غير المباشر مع الدول العربية الأخرى وهذا التطبيع موجود مع كل الدول العربية باستثناء سوريا ولبنان سوريا هي دولة المقر لمكتب المقاطعة العربية هذا المكتب لم ينعقد له أي اجتماع منذ سنة 1993 لا يوجد أي دولة عربية موافقة على مقاطعة إسرائيل لم تعد هناك أي دولة عربية تقاطع إسرائيل باستثناء الدولة التي تستضيف مكتب المقاطعة العربية ما عدا ذلك؟ طبعا هناك حالات وفد مغربي يتم استضافته في إسرائيل وصحف إسرائيل يذهب للتغطية في تونس وإلى آخره من حالات التطبيع التي هي أقل مستوى بالنظر إلى هذه المستويات الثلاثة خلال السنوات العشرة الأخيرة نجد بأن التطبيع غير المسبوق في تاريخ الأمة كان بين منطقة الخليج وبين إسرائيل في شهر أكتوبر الماضي في شهر أكتوبر 2018 حدث ما لم تشهده الأمة العربية في تاريخها لم يعرف العرب لما حدث في أكتوبر الماضي مثيلا في أسبوع واحد زار نيتنياهو عاصمة خليجية وفي نفس الأسبوع خلال أقل من 48 ساعة كانت وزيرة الثقافة الإسرائيلية في عاصمة خليجية ثانية وفي نفس الأسبوع في اليوم التالي كان فريق رياضي إسرائيلي في عاصمة خليجية ثالثة وفي نفس الأسبوع تقول لنا جريد والستريت جورنال بأن أميرا خليجيا هبط بطائرته الخاصة في مطار تل أبيب وأجرى مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين وفي نفس الأسبوع يعزف النشيد الوطني الإسرائيلي بين قوسين في عاصمة عربية لأول مرة في التاريخ فتذرف الوزيرة الإسرائيلية دموع فرحا ونشوة بهذا الانتصار التاريخي في تقديرهم بمعنى أن ما حدث في أكتوبر الماضي كان حالة لم يسبق لها مثيل من التطبيع أو من الهرولة التطبيعية مصر تقيم علاقات مع إسرائيل رسمية منذ 40 سنة اليوم لكن ما عزف النشيد الوطني الإسرائيلي ولا مرة واحدة في القاهرة ولا نظن بأنه يعزف في الأردن اليوم بعد 25 سنة من توقيع اتفاق السلام السفارة الوحيدة التي لا يوجد على أبوابها علم مرفوع هي السفارة الإسرائيلية السفارة الإسرائيلية عبارة عن ما يشبه القاعدة العسكرية وبالتالي أنا بتقديري بأنه حدث هناك موجة تطبيع تحدث عن أسبابها الأستاذ فراس نقطة الأخيرة اللي أودي الحديث فيها في العشرين ثانية الأخيرة أننا بحاجة ماسة لتعريف ما هو التطبيع ما هو التطبيع يعني عندما أذهب أنا لزيارة المسجد الأقصى هل زيارتي للمسجد الأقصى تطبيعا؟ متى تكون زيارة المسجد الأقصى تطبيعا؟ لماذا إذا زرت أنا المسجد الأقصى هذا ليس تطبيع؟ وإذا زار زميلي الأستاذ فلان أو فلان المسجد الأقصى يصبح تطبيعا هناك أزمة تعريف أو أزمة لدينا نحن في العالم العربي حول تعريف ما هو التطبيع أظن بأن من المفيد جدا أنه هذا يكون موضوع للحوار حتى نخرج بتعريف للتطبيع شكرا جزيلا محمد على الالتزام بالوقت في مستوى يمكن رابع يمكن لم تأتي عليه هو المستوى الشعبي والحقيقة المستوى الشعبي في الوطن العربي حتى هذه اللحظة هو رفض لموضوع التطبيع وهو لا يقبل بالهرولة الأنظمة والدليل على ذلك أن نوتنياهو في أحد مقابلاته قال أنه نحن استطعنا أن نخترق الأنظمة والحكومات العربية لكن لم نستطيع أن نخترق الشعوب وهذا لعله هو الجدار الصد الأخير أمام هذه الهجمة الصهيونية على المنطقة نتحدث عن الجدار الشعبي في العالم العربي وكذلك الجهود الشعبية في أوروبا وأنا في الطريق للندوى اليوم في منطقة إيلينج كان هناك عدد من عشرة من الإنجليز من الأجانب من الأعضاء حملة البي أس سي حملة تضامن مع فلسطين وكان يرفعون أعلام فلسطين ويحتجون في وسط إحدى مراكز التسوق ليحيوا هذا اليوم إذن على المستوى الشعبي في أوروبا ومستوى الشعبي في العالم العربي ما زال هناك وعي بمسألة أن هذا التطبيع يعني يخدم الأجندة الصهيونية أجندة الاحتلال في الوقت الذي لا يعطى الشعب الفلسطيني حقوقه وحتى الرئيس الأمريكي الذي يعترف أصلاً بالمقرارات الأممية الملزمة والتي جاءت عبر عدد من القرارات الأممية بخصوص حقوقه الشعب الفلسطيني ننتقل الآن إلى البروفيسور كامل حواش وكما أسلفت رئيس حمل التضامن وأعد ورقة حول كيف أن هذا التطبيع ضرر يصل إليهم هنا في أوروبا ويضعف من جهود المؤسسات الأوروبية التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني ويساعد إسرائيل في ترويج روايتها تفضل البروفيسور معك المايكروفون شكراً جزيلاً على الاستضافة والحشد أنا أتشرف بأن أكون بينكم وأتطلع إلى النقاش الذي سيتلي ذلك عملية السلام قلبت رأساً على عقد من ترامب كان الكلام بالذات بالمبادرة العربية أنه يكون هناك انسحاب الإسرائيل من الأراضي العربية ثم التطبيع أما استطاع نتنياهو أن ينجح بأن يحول ذلك إلى التطبيع أولاً وأنسى الموضوع الفلسطيني هذا شغلة بسيطة نحن نتعامل معه فهذا مهم حتى أن في الاجتماع البرلماني الأخير في عمان رئيس مجلس الشورى السعودي قال وبكل صراحة أشطب البند الذي يتكلم عن أننا ضد التطبيع يعني تخيل من أين صدرت المبادرة من الأمير عبد الله وقتها فتخيل أن رئيس مجلس الشورى السعودي يقول الآن بما معناه من يريد أن يطبع ما لن ندخل طبعاً تطرق الإخوان بالنسبة للأردن ومصر بالنسبة للتطبيع طبعاً التطبيع حصل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل باتفاقية أسلو التطبيع واضح يعني ليس هناك أي شك بذلك ومع أن اتفاقية أسلو طبعاً لم تنفذ كلياً إلا أن يعني البضاعة الإسرائيلية تنهال على الأسواق الفلسطينية والزيارات كان وقتاً ما كان هناك انفتاح كبير للتطبيع سأركز على موضوع حركات التضامن لأن هذا الموضوع الذي أرجو أن أستطيع الإضافة عليه أولاً تكلم الأخ محمد عن حملة المقاطعة الأولى نعود الآن إلى موضوع البي دي أس حركة المقاطعة وصحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل انطلقت في عام 2005 من مئة وسبعين منظمة مدنية في فلسطين وذلك لعدم توفر أي أفق للسلام ففي 2005 طالبوا العالم بالوقوف معهم الفلسطينيون ودعم مشروع المقاطعة مبني على خبرة العالم من موضوع مقاطعة جنوب أفريقيا يعني هذا كان الموضل الذي تبنوه ومطالبها كانت يعني واضحة جداً إنها احتلال إسرائيل واستعمار لجميع الأراضي العربية وتفكيك الجدار الاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل المساواة واحترام وحماية وتعزيز حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ومتركاتهم يعني المطالب الثلاثة مطالب قانونية مشروعة وأخلاقية صورتها إسرائيل بأنها طبعاً معادلة الإسلامية وهذا موضوع آخر ولكن إذا نظرت يعني مهم جداً أن يكون هناك إمكانية لمن يتحدث عن الموضوع أن يشرح ما هي أهداف المقاطعة وأعتقد أن هناك للأسف عموماً جهل بهذه البنود الثلاثة يعني الناس تعرفين عن المقاطعة ولكن إذا سألتهم بماذا تطالب ليس هناك معرفة بذلك فمثلاً في بريطانيا حمل التضامن مع فلسطين تبنت البي دي اس وبدأنا بتفعيلها هناك مؤسسات متضامنة مع الفلسطينيين لم تتبنها كما أن هناك منظمات متضامنة مع الفلسطينيين لا تدعم حق العودة يعني هم يدعمون أنه نهائلة الاحتلال وغيره ولكن ليس فهناك تفاوت بين مطالب المؤسسات التي تتعامل التضامن مع فلسطين إذا سألنا أنا طرحت موضوع الفلسطينيين عندما سئل الرئيس الفلسطيني عن حملة المقاطعة ضد إسرائيل قال أنه يرفض مقاطعة إسرائيل هو مع مقاطعة المستوطنات فقط هذا تفريق هام بمعنى أنه لم تدعم السلطة بكلياً البي دي اس الذي طالبت بها أكثر من 170 منظمة أهلية في فلسطين ونتعامل نحن معها وندعمها وكل فترة نراهم يحرقون بعض مواد المستوطنات في رمالة أو في غيرها أنا في الورقة تحدثت عن حمل التضامن مع فلسطين كمثل من المنظمات ولكن أيضاً ما يلاحظ هو تصاعد الدعم من اليهود بالذات في أمريكا ما يسمون بالانتي زاينس المهم ضد الصهيونية وهناك مؤسسة مهمة اسمها جويش فويس فو بيس صوت اليهود من أجل السلام هي داعمة للحق الفلسطيني وهم مع المقاطعة يعني تخيلوا أنه ليس فقط دعمون الحقه الفلسطينية ولكن أيضاً مع المقاطعة وهم بالواقع أنا نفسي منعت من دخول مطارة الأبيب من سنتين وعني كنت مع عائلتي ولكن تخيلوا أن الآن يهود من هذه المؤسسة جويش فو بيس منعوا من الذهاب إلى إسرائيل الوطن القومي لليهود يعني تخيلوا تأثير لماذا أسرد ذلك؟ لأنه نأتي الآن ونقول هل التطبيع تأثير على كل هذا الكلام؟ أولاً إذا طبع العرب ونحن نحاول أن ندعم المقاطعة في بريطانيا ونرويج لها بكل بساطة الداعمون الإسرائيل يقولون أنت عن ماذا تتكلمون يعني إذا كان العرب لا يقاطعون هل تريدوننا أن نكون في بريطانيا مش بس فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين بل يعني نتجاوز العرب يعني هذا التأثير الأساسي التأثير الأساسي هو أن الجهود لتصعيد حملة المقاطعة التي أدت بإسرائيل لأن تنشئ وزارة خاصة وميزانية ضخمة وتحاول إلى حد ما تنجح في أمريكا بالذات بتجريم تجريم من يدعم حملة المقاطعة يعني تخيل أنت مدرسة في ولاية أمريكية طلب منها أن توقع على ورقة تقول أنها لن تقاطع إسرائيل أو بما معنى حتى لن تفكر بمقاطعتها وشركات في نيويورك وغيرها يقال لها إذا أردتم أي عقود عمل أيضا يجب أن توافق يعني هم يطالبون العالم بأن يكون لهم ولاة لإسرائيل يتجاوز حتى ولاهم لأمريكا وننظر نحن ونرى أن العرب ليس فقط يطبعون يعني كلمة رئيس مجلس الشورى السعودي عالقت في ذهني كثيرا يعني حتى يعني العبارة تقول يعني خلي الناس اللي بدوا يقاطع يقاطع أنت شو بدك أو اللي بدوا يطبع يطبع لا نرفض أن تكون فهناك هجمة كبيرة حتى الكلام عن أن التطبيع خطأ وسمعنا أيضا أعتقد وزير خارجية الإمارات السابق تحدث قبل يومين وبدأ يتكلم عن أنه أولا لن يكون هناك دولة فلسطينية الواقع تغير وكذا ولكن تكلم عن الأخطاء في الماضي أننا لم نتقبل إسرائيل وغيرها المشكلة الكبيرة هي هم يعطون التطبيع مجانيا لإسرائيل يعني إسرائيل لم تقدم أي شيء أتحدى أي مسؤول عربي يطبع مع إسرائيل أنه يستطيع أن يقول ماذا قدمت إسرائيل لتستحق التطبيع أو لتتقرب من السلام مع الفلسطين قدمت له ويبقاه في الكرس ولكن هذا لا يضمنه لأن ترامب ممكن أن يغير الشخص الذي يريده أن يكون رئيسا هنا أو غيره الواقع هذا كله مرتبط بما يريده الأمريكا وأقول أيضا أن إذا كانت يتخيل العرب المطبعون أنه إذا يقولون الخطر إيران خلنا نفترض أن الخطر هي إيران هل هم يتوقعون أن الطائرات الإسرائيلية الحربية ستأتي لتحمي عواصمهم إذا اعتدت عليهم إيران إسرائيل تحمي إسرائيل فقط ليست مهتمة بأي من هؤلاء أنا تكلمت عن الكرسي هذه هي المشكلة أولاك محمد فالمشكلة أنه ليس هناك عقلانية تقول نحن نرى أو أن يعرضوا حتى خيارا آخر طيب طبعت مع إسرائيل ماذا سنحصل جراء لذلك الواقع لن يحصلوا هم أو نحن على شيء إلا ما يفيد إسرائيل إسرائيل هي التي تقرر هل تعمل علاقات مع هذه الدولة أو تلك وما الفائدة منها وإذا ليست هناك فائدة يعني ذهب وزير المواصلات الإسرائيلي إلى عمان وحضر مؤتمر وتكلم عن سكة حديد تصل من حيفا إلى هل هذه لمصلحة العرب يعني برأيهم أنه هذا هذا لن يحصل سمح لي مداخلة قصيرة ما خلصناش العشر دقائق بقالك دقيقتين بس أنت حدثنا قبل وفي الورقة تحدثت أنه هناك أضرار مباشرة نعم يعني لو توجز ما هي الأضرار المباشرة التي تستفيد منها الخطاب الإسرائيلي في أوروبا من مسألة التطبيع يعني أنت كيف رصدت هذا من خلال عمله يعني هو أولاً زي ما تكلمنا أنه أنت تحاول أن تقنع الحكومة البريطانية أن تتخذ عقوبات ضد إسرائيل تتخذ عقوبات هذه البي دي أس الأس هي السانكشنز أو هي العقوبات طيب إذا هناك تطبيع مع العرب كيف يستطيع من يحاور وزير الخارجية البريطاني أن يقنعه بأن أنه أتى الوقت لاتخاذ بعض الإجراءات العقابية مثلاً مقاطعة البضائع الإسرائيلية نفس الكلام إذا البضائع الإسرائيلية حتى ممكن من المستوطنات تصل إلى الدول العربية بدون أن يقفها أحد وأنت تطالب أن يقاطعوها هنا في بريطانيا يعني هذا هو المحك بالنسبة لتأثير التطبيع كما قلت هل تريدون أن نكون فلسطينيين أكثر من العرب يعني بالنهاية هذه هي وبعدين يعني هم طبعاً حكاية المشكلة بما أنكم تتعدون في بريطانيا مثلاً الذين يطالبون بالمقاطعة وغيرها تتعدون ما يطالب به العرب فإذا مشكلتكم ليس دعم الفلسطينيين بل معادات اليهود يعني إذا كان العرب يطبعون وأنتم ما زلتم مصرين أن يكون هناك مقاطعة لإسرائيل فهذا ينبع من كراهيتكم لليهود وليس من أنكم فعلاً تساندون الفلسطينيين الواقع أن من أتعامل معهم بحملة التضامل مع فلسطين وعددهم من تجاوز أعمارهم من الستينات والسبعينات كانوا موجودين أيام جنوب أفريقيا يعني هم نقلوا تلك الخبرة بالمقاطعة وغيرها إلى الموضوع الفلسطيني لأنهم وجدوا أن هناك حقوق فلسطينية ضائعة وهم يحاولون مساندتها فيجدون يعني هم يعلمون هم ليسوا مدفوعين أو ما يدفعهم ليس كراهية اليهود بل هي تصرفات إسرائيل وانتهاكها للحقوق الفلسطينية ثلاثين ثانية نعم نعم فهو أيضاً التطبيع يترك المتضامنين مع فلسطين في كل دولة لوحدهم لأن المفروض أن يكون هناك مقاومة فلسطينية دعم عربي وإسلامي ويأتي الدعم الخارجي مكملاً فما يحصل الآن هو إذا سحبت أولاً من خلال اتفاقية أسلو مثلاً المقاومة الفلسطينية القوية وليست بالضرورية بالسلاح يعني وكذا سحبتها وبعدها سحبت الدعم العربي إلى حد أن مثلاً أحد القياديين العربيين قال عن الرئيس عباس عندما كان يتكلم مع الجاليات الصهيونية في أمريكا إذا لم يعجب الفلسطينيين فليخرسوا يقبلوا أو ما يقبلوا يخرسوا هذا ما قاله أيضاً نعود ونقول هذا التأثير على المنظرات الخارجية وبالذات كما تكلمت هناك صعود في الدعم من اليهود الشباب في أمريكا وإذا رأوا أن العرب يطبعون فهذا يعني لا يعطيهم تلك الدفع هو مجموعة بناء الضغط على إسرائيل والتطبيع يقلل من ذلك شكراً جزيلاً بروفسور كامل حواش نبقي عندنا التعقيب من الدكتورة عفاف الجابري على كل الأوراق أيضاً في عشر دقائق بعدها سنأخذ استراحة شاي قهوة ومباشرة سرح عشر دقائق ثم نعود لنستمع إليكم لكن قبل أن أنتقل للدكتورة عفاف نحن اليوم نتحدث في هذا الفضاء الذي فيه سقف كبير جداً من الحرية ونحن نجلس في بريطانيا اليوم أصبحت القضية الفلسطينية ومن يطالب بمواجهة التطبيع من يندد بهذه الهرولة نحو إسرائيل في دولنا العربية أصبحت تهمة استحق التجريم والتوقيف والمحاكمة وبالتالي أصبح هذا الفضاء الأوروبي ضرورياً جداً سواء في النقاش أو في الحوار أو في وضع برامج بديلة أو في دعم الشعب الفلسطيني في الداخل البعض سيتساءل أنتم عرب أو فلسطينيين أو على الأقل الفلسطينيين لماذا تجلسون في الخارج في بريطانيا أو في أوروبا تتحدثون عن قضيتكم اذهبوا إلى أي بلد عربي لأنه لا يوجد أي بلد عربي يعني يستقبل الفلسطينيين يريدون أن يعملوا من أجل قضيتهم وأن ينددوا بسياسات هذه الأنظمة باختصار شديد وليس حباً في الجلوس في أوروبا لا أريد أن أخذ من الوقت إلى الدكتورة عفاف الجابري في عشر دقائق وكرر شكراً لها خلال الأيام الماضية وتتواصل معها وهي أرسل الأوراق وتتابع الأوراق رغم من شغالتها الأكاديمية تفضلي الدكتورة شكراً كثيرًا أستاذ محمد وشكراً لمنتدى التفكير العربي على الاستضافة وأيضاً شكراً للأساتذة على الأوراق القيمة صحيح تم تلخيص الأوراق بشكل كثير جيد سواء في المقدم الذي قام فيها الأستاذ محمد أو من خلال الكتاب بشكل أساسي هناك أبعاد مهمة تتم تطرق لها في الأوراق وأولها كان الربط ما بين البعد التاريخي سواء في موضوع التطبيع وبقاومة التطبيع وبأن التطبيع هو مش ظاهرة حديثة يعني التطبيع هو أحد أدوات وأليات البقاوم الفلسطينية حتى من قبل تأسيس الكيان الصهيوني العنصري وبالتالي هذا مهم هذا مهم لأنه الحديث في أنه الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والثورة الفلسطينية من بداياتها تلمست إشكاليات التطبيع وإشكاليات وأهمية المقاطعة الاقتصادية بالتحديد في موضوع المقاومة الأضرار أيضا أنه نحسب الأضرار الاقتصادية مهمة على الدولة العربية وعلى كل دولة عربية بحدا لأنه من المهم للمواطن العربي أن يرى موضوع مصلحته الاقتصادية أن المسألية ليست فقط منطلقة بمسألة مصلحة الشعب الفلسطيني فقط القضية هي مرتبطة بالخبز اليومي للمواطن العربي القضية مرتبطة بحاجياتهم القضية مرتبطة فموضوع هون أنا مش فقط التطبيع يعني مقاومة التطبيع من منطلق القضية الفلسطينية وحدها لكن من منطلق المصلحة العامة لوين بتصب فعندما نظهر هذه الأرقام والتي هي أرقام مهمة جاءت في الورقة نحن نقول بأنه والأرقام مهمة لأنه أحيانا الرقم معين قد يجعل قد يغير حال يعني قد يغير لأنه يجعلك تتوقف وتفكر عندما أرى بأنه أنا متضررة كشخصية وهذا مهم لأنه هنا نحن مش عام نحكي عن حرب مباشرة فيها نوع من التماثل المباشر فقط أنت عام تحكي عن حرب فيها نوع من اللي بسموها يعني حرب فيها المواقف مهمة المعلومات الحقائق إنه تم الإشارة لالها جدا جدا مهمة وبتالي لما أشوف رقم خاص في الأردن في عندك أزمي أقتصادية غير عادية وغير طبيعية في الأردن الآن تحلل هذه الأزمة الاقتصادية من ناحية كم تستفيد الأردن من علاقتها من إسرائيل أو الكيان الصهيوني أو كم يستفيد الكيان الصهيوني من علاقته في الأردن وماذا يؤثر هذا على البنزين على الخبز وإلى آخره فهذا من المبادرات المهمة جدا على هذا الصعيد المسألة الأخرى يمكن في ورقة الأستاذ فراس وهي مسألة ربط القضايا مع بعضها من الثورات العربية لصفقة القرن للفشل الدول فشل عدد من الدول العربية بدءا من العراق لسوريا لمصر أيضا هذه القضية مهم نفهمها مهم نفهمها لنفهم أنه هذا مش تسارع اللي عم بصير نفهمها لأنه في واقع تاريخي عم بحكينا بأنه كان في تسلسل لهذا الأحداث مرى اليوم كان في إله بمعنى كان عم يؤسس لإله لكن كان في غياب لاستراتيجية سواء عربية أو فلسطينية أو عموما لفكرة أنه كيف نواجه وكيف هذا سيكون أثره على كل المنطقة العربية وليس على دولة واحدها موضوع الثورات العربية بالتحديد والتآمر على الثورات العربية بالتحديد يمكن الكاتب ألين بابي وهو كاتب في الدراسات الفلسطينية وكاتب مهم جدا على صعيد ما يخص التأسيس للتفكير بالكيان الصهيوني ككيان صهيوني استعماري استيطاني يعني بمعنى النظر لأهمية النظر لإله من هذا المستوى وليس دولة ذكر في أحد الكتب وهو كتب في نقاش بينه وبين عمي تشومسكي عن فكرة الثورات العربية وحمل العلم الفلسطيني في الثورات العربية عموما كيف كانت فلسطين حاضرة فكرة التحديد كيف كانت حاضرة في مصر بالتحديد وفي ليبيا في الثورة الليبية وفي كثير من الأحيان فكرة البصيرات العودة التي حدثت بنفس التوقيت في هذا الوقت في سوريا وفي لبنان كل هذا جعل بأنه في ضرورة مع أنه كانت الثورات العربية وجدتها الولايات المتحدة فرصة للتغيير لكنها أيضا كانت هناك فرصة خطيرة يعني بدهم يلعبوا بالأشياء بشكل خطير فكان لابد من التآمر على هذه الثورات وإيصالها لهذا الموضوع فالإشارة لهذا الموضوع كان أيضا من الأشياء المهمة جدا وبالأساس مهم أيضا يعني سواء زي ما حكيت في الورقتين عملية الربط يعني عملية ربط التطبيع في الواقع السياسي في الواقع الاقتصادي وكمان في الواقع التاريخي بالنسبة لتعريف التطبيع مهم ليس فقط تعريف ولا التطبيع ولكن مهم كيف نتعامل معه في حياتنا اليومية يعني بمعنى نحن الآن نتحدث عن إسرائيل وهذا شيء عم نحكي عنه كان في السابق غير وارد يعني كان هذا الكيان اسمه الكيان الصهيوني العنصري ونحن عندما نقول كيان صهيوني العنصري نحن نقوم بوصفه يعني أنت تصف ما هو هذا الكيان وبالتالي في حياتك اليومية أنت أساسا ترفض أن تتعاطى مع إسرائيل كدولة طبيعية وهذا كان أول كسر في العلاقة عند الشعوب العربية يعني عند دول العربية الكسر موجود سابقاً عملية التطبيع ليست جديدة يعني من الأردن ومصر وغير الدول يعني العمليات اللي يمكن الرسمية جديدة لكن العمليات السرية قديمة ما بين الدول العربية لكن على الصعيد الشعبي كان هناك كسر عندما تم التعاطي معها وتحديداً في الإعلام العربي وتحديداً عند وجود القنوات الإعلامية الكبيرة والتي أصبحت تستضيف وزراء بشكل طبيعي ويكونوا وزير كذا في دولة إسرائيل فانتهت فكرة أن تتعاطى مع كيان عنصري بالأساس عنصري لأنه جاء على اختلاف العنصر يعني رفض جزء كبير من شعب طرده عمله عملية أببوتينج يعني من جذوره شاله وأحل محله آخر فهو عنصري وبالتالي هذا أنا من رأيي من أهم كيف نرجع لناستخدم اللغة لنعبر عن الفكر لأنه اللغة مهمة في التعبير عن الفكر وبالتالي مهم التعميم يعني الأوراق كان فيها هيك وهيك كانت الأوراق أحياناً تقول الكيان الصهيوني وأحياناً تقول دولة إسرائيل مهم عملية الانسجام عندما نتحدث عن التطبيع من بدايته ما هو طبيعة هذا الكيان إلى نوعية العلاقات وإلى آخره المسألة الأخرى اللي أحكي فيها والتي هي يمكن وجدت أو كانت موجودة في الأوراق لكن بحاجة يمكن نحن مش شغل تفاصيل وفي أحد الآن لا أذكر اسمه أحد الباحثين الانتروبولوجي بيحكي عن مشكلة الفلسطينية عموماً أن الفلسطيني عندما يتحدث يتحدث بأموميات وليه يتحدث عن تجربته الخاصة ويتحدث وكأنه هو الخبير في القضية الفلسطينية فلا بتحطش همك ما بتحطش وضعك الشخصي وما بتركزش على التفاصيل لأن التفاصيل أحياناً كثير مهمة في أنك تفهم البعض البعض السياسي والاقتصادي من خلال التفاصيل الدقيقة للصغيرة التسارع مش تسارع زي ما حكيت هو مبني على ومعتمد على التغيرات في النظام الدولي عموماً من الخمسة وأربعين من إنشاء منظمة الأمم المتحدة ولغاية الآن والاختلافات اللي مر فيها العالم على صعيد ما هو شكل النظام العالم اللي موجود وأثر هذا على القضية الفلسطينية وأثره على أيضاً العالم عموماً فإذا بنشوف كيف القضية الفلسطينية وهذا منهج استخدمه يعني للأسف ما طوره ما كملش تطويره أدور سعيد في نهايات أيامه وكان اسمه الامبيريال كونتينيوتي يعني كيف نفهم الامبريالية استمرار الامبيريالية من خلال فهم فلسطين من خلال فهم قضية فلسطين فكتفهم استكمال الامبريالية والاستيطان الاستعماري في العالم كله والعنصرية من خلال أنك تبحث في القضية الفلسطينية كيف تأسس لكثير من أنواع الظلم والعنصرية من خلال قضية فلسطين إذا بدنا نحكي كيف القضية الفلسطينية بالأساس بدأت كقضية عربية قضية مركزية عربية هي قضية مهمة لكل العرب انتقلت لأنها تكون قضية قضية فلسطينية وهذا كان في جزء منه مرتبط بالقيادة الفلسطينية وجزء كان مرتبط أيضا بالدول العربية وهذا كان أيضا في مرحلة كان فيها مهم انشاء الدولة القطرية أنك تكون دولة قطرية لك مصالحك الخاصة عشان أكون كأردن لازم تكون في هويتي في مواجهة هوية أخرى الهوية الأخرى اللي كان لجب أن يكون في مواجهة لها لتعميق الهوية القطرية أنا أخذ الأردن كمثال لكن أيضا كان فيه هناك في الثمانينات في مصر أولا سوريا أولا لبنان أولا الأردن أولا كل هذه الاستراتيجية بالتحديد والتي عمقت دور المصلحة القطرية على حساب المصلحة العربية والتي هي المصلحة العربية كانت فلسطين سنتر تباح المركز الأساسي فيها أدى لها إنتاج الهويات الضيقة الموجودة عندنا في المنطقة العربية من خلال استخدام الهوية الفلسطينية يعني عشان الأردن يكون أردني حقيقي كان يجب أن يكون يقف أمام الفلسطيني الوضع الفلسطيني لم يكن أفضل الوضع الفلسطيني أيضا القيادة الفلسطينية عمقت وعززت ليس فقط الهوية الفلسطينية تفوق الفلسطيني يعني هناك في المنطقة العربية أصبح فيه نوع من الحرب ما بين الفلسطيني والأردني على الملوخية مثلا الحرب على مين جاب شو مين علم شو بمعنى وهذا جعل هناك أيضا في نوع من ردة الفعل عند الشعوب العربية على هذا المستوى من الهوية الضيقة للفلسطينيين فإذا بالتالي نحن مهم نفهم كيف تشكلت هذه الهويات من هوية عربية عموميا القضية الفلسطينية مركزها لهوية ضيقة الفلسطينية كانت المعادلة إلها يعني عشان يكون في أردن يجب أن يكون فلسطيني وبالتالي لازم يكون في حرب ما بين الطرفين وبالتالي أدى إلى لسه فيه هويات أقل هويات طائفية هويات تم تغريب الأقليات أو يسموا أقليات وهو مجزء لا يتجزأ من العرب تم بمعنى في نفس المرحلة استبعاد بأنه جعلها قضية مش فقط عربية إسلامية قضية فقط إسلامية فاستبعاد المسيحي أيضا فأنت عندك استبعاد ما هو غير عربي استبعاد ما هو غير إسلامي استبعاد ما هو غير فلسطيني لحدث الآن بأنه نحن أن يكون بمعنى يشعر الشعب الفلسطيني بأنه هو المستهدف وهذا أيضا يمكن في ورقة الأستاذ فراس نص دقيقة نص دقيقة ورقة الأستاذ فراس تعرضت لها قليلا ومن أهم الإشارة لإلها وهي مسألة أنه الفلسطيني مستهدف أولا ليس بالنسبة لورقة الأستاذ فراس ولكن عموما مهم من المعنيين بالشأن الفلسطيني عدم التعميم ومهم ما ذكر على أنه ما زال في هناك رأي شعبي رافض لعملية التطبيع ومهم تخصيص منهم المطبعون في المنطقة العربية بمعنى استبعادهم وعزلهم وليس أنه نشوف بأنهم أصبحوا هو العام لأنه هذا خطير لأنه سيجعل الموضوع وكأنه الكل عم بتبضع طب ما أنا ونحن عندنا مثل عربي بيحكي يعني إن جن ربعك عقلك ما بنفعك وبالتالي الناس بتتشع ورا نفس الموضوع عشان هيك كثير مهم تخصيص ما هم الذين يقوموا في المسألة الأخرى المهم التخصيص بأنه الفلسطيني ليس مستهدف كفلسطيني الفلسطيني هنا مستهدف كمحور قضية فلسطينية في المنطقة العربية وأهمية إنه إحنا نركز على إنه ما زال في حضور للقضية الفلسطينية يمكن في النقاش أكمل النقاط الأخرى شكرا جزيلا أكمل النقاط شكرا جزيلا وممكن أشارت لنقطة أخيرة الدكتور عفاف وهم يعني أنه أصلا صراع العربي الإسرائيلي هو ليس صراع فقط عربي إسرائيلي هو ليس صراع فلسطيني إسرائيلي هو صراع إنساني عالمي تحرري وبالتالي يعني في مذكرات أحمد الشقيري مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية حذر كل الفصائل وحذر كل التيارات من أن تتبنى مشروعا فلسطينيا فقط ومن إذكاء الهوية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني وقال أن هذا الصراع على الأقل يجب أن يكون صراعا عربيا صهيونيا وأيضا مع المشروعية الإنسانية لتدعم مشروعا كمشروع تحرر وفي اللحظة التي سنأخذ فيها هذا الصراع إلى البعد الهوياتي المحلي فلسطيني إسرائيلي ونفصل عن سياقه التاريخي فلن نستطيع مواجهة المشروع الصهيوني ثم بعد ذلك مرضمة التحرير اتخذت منحة آخر أدكت الهوية الوطنية عرفت صراع من الصراع الفلسطيني إسرائيلي والصراع عربيا طالبت بتحقيق بدقرير المصير وبالهوية الفلسطينية في بعضها حققت اختراقات لكن بإطار العام عزلت الملف الفلسطيني عن محيط العربي والإسلامي سنأخذ استراحة أنا فقط قبل استراحة أشير أن الأوراق هي موجودة عند المحاضرين لكن أيضا هي سيتم تحريرها وطباعتها ونشرها فستصلكوا عبر البريد الإلكتروني كاملة وبالتالي لم نطبعها اليوم لأنه مازالت سيتم بعض الإضافات والتعديلات عليها من قبل المحاضرين لكن ستصلكوا لكن الساعة الثانية وهو أيضا مهم موضوع مهم سيكون النقاش مفتوحا لأننا لدينا اليوم نخبة من القانونيين من الإعلاميين من أساتذة في أساتذة الجامعات وكذلك من الصحفيين ومن مختلف الدول ومن مختلف التيارات وبالتالي هذا مهم أن نحقق هذا اليوم أن هذا المشروع القضية فلسطينية هي قضية فلسطينية هي فعلا قضية عربية نريد من كل الجنسيات العربية أن تشارك وأن تدلي بدلها وهذا أيضا سيضمن في خلاصة النقاش الذي سينشر إن شاء الله في كتاب الآن السراحة شاي وقاه عشر دقائق ثم نعود شكرا جزيلا لكم جميعا اشتركوا في القناة